مرحبا أصدقائي شوكبش أخباركم عساكم طيبين وياكم أخفوكم حيدر الشمري يا أصدقائي اليوم مقطعنا مختلف كيفية صنع ألعاب على الأنترنت تحداني واحد من أحد المتابعيني الطيبين كيفية صنع ألعاب أو جيمينج وتحقق من عندها أرباح حتى تقدر تنشرها والناس تقدر يحملون هاي اللعبة وتلعبها سنصنع لكم ألعاب بالبرنامج وثاني شي نصنع لكم على الأنترنت جوغل يلا أصدقائي أهم شي لا تنسون تشتركون بالقناة وتضغطون لايك هذا يزيد تفاعلنا واستمراننا بنشر المزيد لكم يا أصدقائي ننتقل للمقطع دي بالشرح خطوة خطوة يلا أصدقائي مرحبا أصدقائي اليوم عندنا كيفية صنع ألعاب تدخل على جوغال وتكتب صنع لألعاب على الأنترنت دوس على أول موقع ورعا أخلي لكي عبر رابط محرك الألعاب للجميع وقال لك تنزيل برنامج لو على الأنترنت صميم عن أنترنت أحسن تدخل على الأنترنت هاول أول وحدة لانك هاي إنشاء أو جديد تختار أي لعبة حسب رقبتك للعبة اللي تحبها ودريت تصنعها إن هذا الألعاب هواء وتختار أنت بكيفك أختار باسيكل ألعاب الباسيكل حلوة خلع عليها ونبدأ بالخضوات أو الترتيب الأشجار عندك وعندك هنا الستانت وعندك هنا التائرات وعندك أشياء وعندك هنا المنظر وعندك هنا القاعية والأرض وترجع ترتبهم وحدة وحدة وعندك الأشجار وعندك العلم وتبدأ خطوة خطوة ترتبها صحية عدلها تجهد وتعب وهي اللي يصبح اللعبة مرتبة وحلوة نقدر نضبط العدادات اللعبة حتى نقدر نزلها نقدر تربطها وعندك بالعدادات تقدر تلعب بيهن يعني تغير الاسم غير صورة كيفك أنت واسحنا راح نغير الاسم مالتها عاد إذا تريد تكتبها بالعربية أو بالإنجليزي يعني حسب الرقبة شوف يعني إذا قبله تكتب بالعربي شوف لأنني صراحة استخدمتها مرة واحدة وعجبنا الموقع كلش حلو أكتب هنا أجمل لألعاب الباسيكلاتة أو أي شيء أنت لأعجبك وتقدر ترزلها أو تنزلها وتنشرها حتى تتحقق منعتها ربيح يعني ألعاب حلوة يعني حسب طلباتك حسب رغبتك يعني لازم تتعب عليها يالله صير أهر لازم مرتبة مرتبة بعد ما ضفطنا الإعدادات ورتبناها سننجي نحمل اللحبة ونحفظها وننزلها الملفات من عبر الانترنت ننطيها تحميل وننتظرها جاء تنزل خليها تنزل ونرجع لكم حبايب قلبي شوفوا ما ضل شيء بعد شوية تنزل أكيد هسه نزلت أي نزلت نروح على الملفات ونثبتها ونشو تشتغل أي آه عيوانة شغل علي مبروك عليك عندي برنامج هم ينشأ ألعاب ويصنع ألعاب خوش برنامج كلش حلو ويشتغل هالبرنامج على الانترنت أثمنى تحملونا فقط اللي يريد يستفيد منه هذا البرنامج